في الطريق لمصر المقصة مصر المقصة بعد ما باع نانا بوكو بمبلغ محترم اعتقد 500 ألف دولار تقريبا حوالي 9 مليون وشوية لنادي الإمارات الإماراتي نانا بوكو أحد هدافي الدوري العام وبالتالي هم عايزين واحد يعوضوا فشايفينه جون أنتوه العيب كويس أنه جون أنتوه لا يقل عن نانا بوكو أنه ممكن هو مش لايق شوية عن نادي الأهلي لكن ممكن يكون لايق جدا على مصر المقصة وهنا بس الموضوع هيكون متوقف عند جون أنتوه اللي بياخد ما يوازي حوالي من 500 ل600 ألف دولار في السنة فبالتالي ده مبلغ لن يستطيع أي نادي إن هو يدهوله فهو ده هل بقى راتبه هياخده منين هل هيوافق على تقليل الراتب هل النادي الأهلي هيعوضه سنة ويديله فلوس ويمشي يعني بطريقة ما يرفعش قضية بعد كده على النادي الأهلي جون أنتوه لو جون أنتوه وانا بقول لك هو مصر المقصة خلاص لو جون أنتوه يمشي يبقى تأكدوا تأكدوا إن النادي الأهلي هيجيب راس حربة أجنبي أكيد تأكدوا إن النادي الأهلي هيجيب راس حربة أجنبي